العشاء الرباني مائدة الرب كسر الخبز وغيرها مسميات لخدمة المشاركة اللي بتتضمن تقديم الشكر والبركة ولكن شو هو العشاء الرباني؟ من شو بتكون؟ وشو معناه؟ هل هو بتحول للحم ودم المسيح الحقيقي؟ أو مجرد رمز؟ هل هو خبز وخمر مختمر؟ أو لا؟ كل هاي أسئلة ومغلطات على العشاء الرباني واليوم رح يجاوب عليها من الكتاب المقدس حلو هالموضوع فادي إيه؟ خصوصا قصة الخمر بعدين خبرك ليش؟ تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس حتى يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل وكمان اعملوا لايك لصفحة الفيسبوك والإنستغرام كل الروابط موجودة تحت الفيديو شارك الحلقة مع كل حدا ممكن أنه يستفيد منها شو هو العشاء الرباني؟ بكل بساطة بحل عشاء الرب محل عيد الفصح في العهد القديم لأن الفصح اليهودي اكتمل لما وهب المسيح اللي هو الخروف الفصحي حياته على الصليب والمسيح نفسه لما احتفل بالعشاء الأخير قبل صلبه وموته كان بعطي رموز مهمة جدا بالنسبة للفداء واحدة من أهم العبارات اللي قالها يسوع عن العشاء الرباني هي اصنعوا هذا لذكري عشان هيك هاي الفريضة بتشدد على البعد الاستبدالي لكفارة المسيح لأنه على الصليب حل البريء مكان المذنب البار مكان الآثم وبسبب هذا العمل اللي قام فيه المسيح على الصليب صار في حياء أبدية للخطات تائبين عشان هيك يسوع قال هذا هو جسدي المكسور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري فهي الفريضة هي ذكرة للذبيح اللي قدمها يسوع على الصليب بس من شو بتتكون يعني العشاء بيني شو هو شو في قلبه يعني هلا راح احكي لك مثل ما الكل بيعرف بتكون العشاء الرباني من الخبز والخمر بس طبعا مش مثل ما الكل مفكر أو ماخذ فكرة غلط عن الخبز والخمر الخبز والخمر اللي استخدموا يسوع في العشاء الأخير كان خبز وخمر غير مختمرين يعني بكلمات أبسط كان خبز بدون خميرة وعصير عنب وكيد هلا راح تحكي لي شو اثباتتك على هذا الحكي عشان هيك هلا بحكي لك شو دايما بتقرأ أفكاري يا فادي دايما كنتش بحكي عنك بحكي عنهم اول سبب لما احتفل يسوع والتراميذ العشاء الأخير كان في وقت الفصح اليهودي مثل ما حكيت وخلال الفصح اليهودي كانت تنزع الخميرة أو أي شي مختمر من البيوت لمدة سبع أيام وهذا بتضمن الخبز والخمر وبتقدر ترجي على خروجي 12 حتى تقرأ التفاصيل هاي عن عيد الفصح اليهودي لحظة لحظة شوي بل خميري يعني الخبز ما بينفوش انه كيف واحد بيأكل خبز مش منشوف انه هيك منفوش مش منشوف هذا الخبز المش منشوف يا هادي بيكون خبز غير مختمر بيسموه عويص طيب يعني يعني خلاص المرة اللي جاي لما بنعمل عشاء رباني احكي لي إذا زاكي ولا مش زاكي ثاني سبب هو المصطلح اللي استخدم يسوع حتى يوصف الخمر في مضمون العشاء الرباني في موركوس 14 25 قال يسوع الحق أقول لكم اني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشربه جديدا في ملكوت الله الكلمة اليونانية أوينوس واللي بتترجم لخمر مختمر أو حتى غير مختمر غير موجودة في النص ولكن يسوع اتجنب استخدام كلمة أوينوس واستخدم مصطلح نتاج الكرمة واللي باللغة اليونية هو أمبيلو واللي هو نتاج الكرمة يعني عصير العنب غير مختمر الرمز المناسب لدمه لأنه دعا نفسه بالكرمة الحقيقية في يوحنى 15 1 ليه عن جد هذا الأهيد موجود بي موركوس؟ طبعا راح فرجيه لفريد احكي له وتالت سبب هو أن الخميرة ترمز للخطية في الكتاب المقدس وهذا الشي بنقرأ في كورونثوس الأولى 5 أعداد 7 و 8 إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير لأن في صحنا أيضا المسيحة قد دبح لأجلنا إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث بل بفطير الإخلاص والحقي عشانك حاشى أنه نرمز لدم وجسد يسوع اللي لم يخطئ أبدا ولا في خطية برموز بتتكون على خميرة وخمر واللي هي رمز للخطية إيه بس يا فادي نحن بنعرف أنه بهالوقت بفلسطين الجو شوب كيف كانوا يحفظوا العصير هيد بدون ما يخرب طول هالفترة من الخريف للربيع يا سلام صارت أعمال أبحاث وراي أنا شودك تحرجني أنت هلا بقول لك ليش ركز ركز حبيبي لإدعاء أنه الشعب في أيام التوراة ما كانوا قادرين يخزنوا عصير العنب في المناخ الحار لمنطقة فلسطين من فترة قطفه في الخريف لوقت عيد الفصح بالربيع هو إدعاء خاطئ وما له مبرر أبدا لأنه قبل اختراع الثلاجات كان فيه عدة طرق لحفظ العصير بدون تخميره لفترة طويلة واحدة من هاي الطرق كانت عن طريق تركيز العصير لشراب عن طريق غليو فإذا حفظوا الشراب المركز في مكان بارد فما راح يختمر وكانوا لما بيذوبوه بالمي كان بعطي عصير حلو ومش خمري أو كحولي آه فهمت هلا بس ليك في عندي كمان سؤال انت وأسئلتك يا هادي آه تفضل معقول عن جد بيتحول الخبز وعصير العنب للحم ودم هيك حقيقيين ها؟ قصدك يعني صورنا أكلين لحوم بشر؟ لا لا مش هيك قصدي يعني بس إنه فهمت شو قصدي؟ هل انت قصدك عن الأفخارستية؟ هلا بحكي لك ليش؟ أو شو انت بتحكي عنه دقيقة أصبر معركز طبعا الآيات اللي بيستخدموها الناس حتى يروجوا لفكرة أن الخبز والعصير هي جسد ودم المسيح الحقيقي وهي المعجز اللي بتصير لما بيصلي الكهن على الخبز والخمر أبدا ما بتعني تحول حقيقه ملموس لدم ولحم بشري في الكتاب المقدس عشان هيك خلينا نشوف الآيات اللي بتحكي عن هذا الموضوع سواء واللي موجودة في إنجيل يوحنى 6 بتقدر تقرأها كامل حتى تفهم الكلام أكثر ولكن ببساطة الآية اللي بتستخدم هي من يوحنى 6 ستة وخمسين من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيي وأنا فيه طيب فسر هالشي ما هيك عم بقول لنا ما لابدا فسر لك هالشي أول شي لازم نفهم أن يسوع قبل ما يحكي هذا الكلام عمل معجزة تكثير الخمس أرغفة والسمكتين وبعد ما أطعم الخمس آلاف رجل وفي المساء عبر البحر لمنطقة ثانية والناس اللي أكلت لحقته فيسوع حكالهم إنهم لحقوا لأنه طعمهم من الخبز وشبعه وبعد نقاش معهم عن المن فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا وفي عدد 51 قال أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيى إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسد الذي أبذله من أجل حياة العالم فالخبز اللي كان بيحكي عنه يسوع اللي رح يعطيه حتى نحية إلى الأبد هو جسد اللي رح يبذله على الصليب ويسوع أبدا ما كان بيحكي عن أكل لحمه وشرب دمه الفعلي الآن بيناتنا بعد ما أعطيت أمثلة تانية فمت كيف واحد بده يعرف يفسر هذه الأشياء؟ صعبين نعم إحنا مشكلتنا بتفسير الأشياء هي لما بنأخذ الآية ومنطلحها برى النص ومنفسرها على كيفنا بسبب تقاليد إحنا تعلمناها من جدودنا وأبائنا ونبدأ نحط أفكارنا على النص طب ما هي مش موجودة في النص وهذا الشيء بنشوفه بطريقة أوضح لما أعطى يسوع الخبز والخمر في العشاء الأخير في مرقص 14-24 وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وباركا وكسرا وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشاربوا منها كلهم وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديدي الذي يسفك من أجل كثيرين وهذه الآيات أبدا ما بتحكي أن يسوع أعطاهم لحم ولكن خبز وما أعطاهم دم ولكن الكأس واللي هي عصير العنب يسوع كان دائما بعلم الناس بأمثاله رموز وهذه الرموز أبدا ما بناخدها في معناها الحرفي لأنه مثلا يسوع قال أنا هو الباب أنا هو الطريق أنا الكرمة الحقيقية أنا خبز الحياة فهذا ما معناته أن يسوع هو باب فعلي أو طريق أو كرمة ولكن هذه الرموز بتوضح حقائق أعمق ومعاني أكثر من المعنى الحرفي عشان هيك إحنا أبدا ما بنتناول لحم ودم حقيقيين ولكن خبز وعصير الكرمة اللي بيرمزوا لجسد ودم يسوع اللي يسفك على الصليب في داء للبشر وهذا الهدف من هذه الفريضة فإنكم كلما أكلتم هذا الخبزة وشربتم هذه الكأسة تخبرونا بموت الرب إلى أن يجي أكل جسد المسيح وشرب دمه هي لغة رمزية بتعني تمثل كلمة الله اللي من خلالها بيحافظ المؤمنين على الاتصال بالسماء وبحصلوا على حياة روحية يعني القصة مش قصة سحر رمزية خبزة آه طبعا رمزية نحن ما بنحصل على الخلاص بالأكل الفعلي للخبز والعصير ولكن من خلال إيماننا بذبيحة المسيح ومشاركتنا بكلمته في حياتنا وطبعا هذا ما يعني أنه هاي الفريضة هي طعام تذكاري بدون أي معنى بالعكس المشاركة في خدمة العشاء الرباني بتعني تشديد عازم حياتنا من خلال قوة المسيح اللي بتساعدنا حتى نستمر بحياة الإيمان والاعتماد على المسيح العشاء الرباني هو ذكرى للفداء المجاني اللي قدموا يسوع على الصليب وتذكير بأنه رح يجي عن قريب حتى ياخدنا ونكون معه إلى الأبد طيب سؤالي هلأ هو التالي هل شرب الخمر حرام؟ على الأخر يعني حرام حرام؟ معقول رأسك أنت يا هادي صاير أنت ذاكرتك مثل ذاكرت السمكة صاير تنسى شو حكينا المرة الماضية واللي قبلها واللي قبلها تذكر مرة عملنا فيديو عن الحلال والحرام حكينا لك شو الحلال وشو الحرام في المسيحية صرت ناسي؟ لأ واسبدنا هيكي واحدة خصوصة خاص ماشي إذا بدكوا تعرفوا عن هذا الموضوع اكتبونا في التعليقات حتى نعمل عنه حلقة خاصة إذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط لايك واشترك بالقناة عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها وشارك الفيديو مع كل شخص ممكن يستفيد منه وما تنسى تبعتنا رسالة على الواتساب أو المسنجر أو أي مكان إذا بدك تستفسر عن أي سؤال أو أي موضوع سنوني بحلقة جديدة كل أسبوع وبشوفكم المرة الجانية